قبل ما نبدأ الفيلم ما تساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وده عشان تتابع معينا اقوى افلام الرعب بيبدأ الفيلم مع طالب اسمه شون في المدرسة بتاعته والغريب ان هو مش قادر يتحرك من مكانه عشان الدمية اللي كانت وقفة قدامه بنشوف ان شكلها مرعج جدا واسمها ضرومة وكواعد اللعبة ان هي تقدر تتحرك براحتك طالما هي مش بصة عليه لكن اول ما تبص على الطلاب لازم يوقفوا حركة مهما حصل وإلا التمن هيكون حياتهم طبعا كل واحد فيهم بيحاول ان هو يهرب وهي مش اكيد بص عليه والاسف محدش بيعرف الحل مع الدمية لحد لما واحد من الطلاب بيشوف زرور بيكون ورا راسها واكيد لازم يدوسوا عليها عشان ينهوا الجولة وهنا بنعرف ان هو فاضل اقل من دقيقة ونصف وده عشان يوصلوا على الزرار وإلا كل طبعا هيموت للاسف الدمية مش بتسيب لهم وقت كبير وطبعا كلهم بيحاول ان هما يعملوا كده وواحد ورا التاني عمال يموت وفاضل عشر سواني على التفجيل مش اكتر وفي الاخر بنعرف ان اللي فاضل جون مع صاحبه في الفصل فبيكرر ان هو ينط من خلاله على دهره وده عشان يلحق الزرار وفي اعلم بيعمل كده في اخر لحظة وقبل ما يحتفله مع بعض بيشوف راس صاحبه بتنفجر لوحدها وبنعرف ان مع الدمية لازم واحد بس هو اللي يفضل كسبان فهنا بنرجع شوية بالاحداث قبل المشكلة اللي حصلت في المدرسة وبنشوف جون وهو ماشي مع صاحبه ولاضح ان هو كان معجب جدا بواحدة اسمها اتشيكا في الوقت ده صاحب جون بيعرفه ان هي اصلا مش بتعبره لحد لما بيدخلوا على المحاضرة بتاعتهم وهنا تم الهجوم عليهم وظهرت الدمية درومه على طول وبعد شوية الدمية بتطلب منه يدور على القط وطبعا بيكون مش فاهم منها حاجة لحد لما بيشوف اتشيكا معاه بتبدأ تقوله ان في لعبة كانت عندهم في الفصل وطبعا قتلت عدد كبير جدا من صحابها وهي الوحيدة اللي كذبت وان نفس الدمية اللي ظهرت لجون في الفصل وطبعا الاتنين بيكونوا مش فاهمين اي حاجة والغريب في الموضوع ان الشبكة بتكون فصلة في المكان كله بعد شوية الدمية بتظهر تاني قدامهم وبتطلب منهم يروح على القوضة بتاعت القط قبل ما الوقت يخلص فبيتحركوا بسرعة على الساحة وهنا بيحاول ان هم ما يرابوا باي طريقة لكن الابواب بتكون مقفولة في كل حتة وكمان مستحيل انك تقصرها بسهولة هنا بيعرفوا ان هم عشان يخرجوا من المدرسة لازم يخلصوا كل المراحل بتاعت اللعبة الاول لحد لما بيوصلوا على القاعة بتاعت كرة السلة وفي الوقت ده جون بيشوف مجموعة من صحابه بيكونوا لسا عايشين لكن الغريب ان هم لابسين هدوم الفرن ورسمة غريبة جدا على الارض هنا بتتحرك من حواليهم لحد لما بتظهر دمية كبيرة على شكل قط وبيتحرك معهم عشان يأكل واحد فيهم وطبعا ما حدش نصدق اللي حصل دلوقتي وبيفضل يهجم عليهم كلهم لحد لما جون بيعرف ان هم لازم يرموا الكرة داخل القفص بتاع القطة وده عشان يكسبوا المرحلة كل واحد بيحاول ان هو يرمي الكرة ومش بيعرف وقبل ما تدخل من واحد فيهم القط هنا بيمسكوا عشان يخلص عليه بكل سهولة وبعد شوية جون بيكتشف ان القط بيهجم على الطلاب اللي لابسين الهدوم بتاعت الفرن وعشان كده كل واحد بيحاول ان هو يقلع بسرعة طبعا القط مش بيلاق اي فر جديد عشان يهجم عليه لحد لما بيروح في النوم وجون بيفكر في خطة جديدة وده عشان ينهي الجولة بسرعة لحد لما بيشوف القط عمال يقرب على اتشيكا وبيكون عاوز يكلها بدون اي سبب فبيحاول جون ان هو يساعدها باي طريقة وبيشتت القطة عنها وفي الوقت ده بيعرف ان اي واحد بيلبس الهدوم بتاعت الفرن بقدر ان هو يتواصل مع القطة على طول ويعرف فهو محتاج ايه وفي الاخر كان عاوز حد يطبطب عليها عشان ينام وفي الاخر بيعمله كده وفعلا القطة بينام مرة تانية لحد لما جون بيروح على القطة عشان يخودها وبيقرر ان هو يرميها في السلة عشان ينهي الجولة وهنا الكل بيكون خايف يعمل كده وبيعرفوا ان اكيد الاخير هو اللي كسبان زي لعبة الدمية لحد لما بيصحى القطة على صوتهم العلي جدا وبيقدر ان هو يموت اتنين منهم عشان يبطلوا كلام شوية وجون بيعرف ان هما لازم يشتطوا القطة عن الكرة الحقيقية وبيرموا واحدة تانية مزيفة في الاخر بيرموا عليك كرة الصحة لحد لما بيعرفوا ان هي للأسف ما دخلتش لكن في الاخر بيظهر واحد اسمه امية وهنا بيقدر يساعدهم عشان ينهي الجولة وفي الاخر بيفضلوا هما التلاتة بس اللي عايشين وهيكملوا في الجولة اللي جاية وطبعا مش مصدقين نفسوهم بنعرف ان الباقي للأسف مات ومش يشارك في اللي جاي فبيروح امية على صاحبه اللي بيعه وده عشان يخلص عليه وبيعرفهم هنا ان الضعيف لازم يموت من وسطهم وبنعرف ان الشخص ده تقريبا مريض نفسي ولازم يتعالج لكن يخلصوا اللعبة الاول في الاخر القط بيطلع غز من دماغ عشان كل الطلاب يغمى عليها وبنشوف الاخبار ان المدارس كلها تعرضت للهجوم ده من الفضائيين وان عدد الضحايا كان على مستوى العالم وصل لأكتر من مليون طالب والاسف ممكن تزيد مع الوقت كمان شوية وان الكوات مش هتقدر تهجم على الفضائيين بسبب ان هما محبوسين جوا مكعب محمي من الغازات الغريبة ولازم الجولات هي اللي تخلص الاول وفي الوقت ده بيصحى تاني جوم من النوم وبيلاقي نفسه مع قدشي كفقودة غريبة وبتعرفوا ان هما نايمين هنا بقالهم كتير جدا وان هي عرفة الاخبار دي كلها من خلال التلفزيون اللي بيشغلوه كل شوية في المكعب وان هما هيفضلوا محبوسين هنا لحد لما اللعبة تنتهي وطبعا بيحاول ان هو يفتح الباب ومش بيعرف زي كل مرة لحد لما بتظهر اربعة دمى من الخشب قدامه وما حدش فاهم الجولة الجديدة هتبقى ماشية ازاي وان الاختبار ده هيكون اصعب من اللي فات وكل واحد فيهم هيغمض عينه والدمى هتفضل وراه عشان يعمله اغنية وبعدها هيقفوا وراه ولازم يعرف مين الشخص اللي واقفوا وراه على طول وده عشان يكسب الجولة ولو غلط في التخمين بتاعه طبعا هيموت على طول وبتبدأ الجولة مع واحد من صحابهم لحد لما بيخمن غلط وطبعا الدمى بتقدر ان هي تخلص عليه بالاشعاع النووي بتاعها بعدها بييجي الدور على واحدة جديدة فبتكون خايفة جدا لحد لما بتغلط في التخمين هيئة كمان وبيكسروا كل عدمها بطريقة صعبة جدا لحد لما بطوعة على الارض وبنعرف ان هي ماتة وفي الاخر بيجي الدور على جون والواضح ان هو فهم اللعبة وطبعا بيخمن صح والدمية بتنفجر عشان يظهر مفتاح جديد على الارض للجولة اللي بعدها هنا بيفتح الباب عشان يكمل اللعبة وبيلاقي واحد عمال يجري قدامه وفي دمية بتكون جاية وراه وشكلها مرعب جدا بيعرفوا من الكل لازم يمسك ايد بعض عشان الشيطان بيخلص على اي واحد واقف لوحده وفي الاخر بيحصل زلزال قوي جدا في المدرسة بعدها بتظهر راس كبيرة في المكان وبنعرف ان فيها سبع اماكن للمفاتيح والطلاب بتجمع بعض عشان يجمعوها من بعض لكن الاسف بيفضل ثلاثة منها بعدها العد التنازلي بيكون قرى بيخلص لحد لما بيظهر امية في الوقت المناسب وبيكون بيصل بالمفاتيح النقصة وبنعرف النواة خلص على الاشخاص الضعيفة كلها هنا كل واحد بياخد مفتاح بعد لما بقوا سبع الطلاب وكل واحد فيهم بيحط المفتاح في الراس اللي كانت قدامه على طول لحد لما بيدخلوا على المرحلة الجديدة وبعد شوية بيدخلوا على مكان كله تالج وبيظهر قدامهم ضب ضخم جدا وبيعرفهم كوانين اللعبة واللي هتبدأ كمان شوية وان الكتب ممنوع في المرحلة دي لانهم ممكن تكون السبب في موتهم ولازم يجاوب على الاسئلة بكل صراحة وده عشان يعدوا من الجولة وفي الوقت ده اول سؤال بيكون عن اكلتهم المفضلة لحد لما الدب بيحس ان فيه واحد فيهم عمال يجديب وبيطلب منهم يعرفوا هو مين وإلا الكل هيموت وبيعرفوا ان قدامهم دقيقة ونص عشان يعرفوا مين هو وللأسف بيشكوا في واحد وطبعا بيكون مش هو هنا الدب بيخلص عليه وبيدخل على السؤال اللي بعده وبيسألهم مين فيهم بيحب جون وطبعا امية بيقولوا ان هو صاحبه من زمان واكيد بيحبه وبعد لما بيخلصوا بيعرفوا ان فيه واحد فينهم كدب للمرة التانية لحد لما قدشكا بتقولوا ان اللي مش بيحبه اكيد امية لانه اصلا مش بيحب غير نفسه فبيرد عليها وبيعرفها جون ان هي اللي مش بتحبه لانها ما تعرفوش غير من شوية وطبعا ما كانتش بتبص عليه اصلا من الاول في الوقت ده الدب بيعرف انها كدابة وطبعا جون بيكون مصدوم من اللي حصل وفي الاخر جون بيعرف ان الدب هو اللي بيكذب عليهم من الاول ولانه ما يعرفش مين فيهم اللي كداب لحد لما بيختيفي من قدامهم ولونه بيتحول لاسود وبنعرف ان هو كان فعلا بيعمل كده وجون الوحيد اللي عارف يكشفه ويعرف حقيقته وبعدها بيدخل على اخر مرحلة والمكان بيكون شكله غريب جدا واكننهم في العصر القديم والالعاب حواليهم في كل حتة شكلها مختلف هنا بتظهر دمية جديدة عشان تقولهم بقوانين اللعبة اللي دخلين عليها ولازم اربعة منهم يستخبوا في اماكن مختلفة وواحد منهم هيكون هو الشيطان اللي هيدور عليهم ويحبسهم واي شخص هيتم الابض عليه من الشيطان لازم يروحها للسجن ولو فضل واحد فيهم لسه مستخب في مكان ممكن يحررهم من خلال العلبة اللي هتكون قدام السجن لكن للأسف الشخص اللي حررهم هيموت بعدها على طول لان العلبة دي هتنفجر في وشه وبتبدأ اللعبة على طول بنعرف ان الشيطان هيكون طبعا امية وكل واحد فيهم بيهرب على مكان عشان يستخب فيه لكنه بيقدر ان هو يمسك ثلاثة منهم بكل سولة وده بسبب سرعته في الاخر بيحطوهم في السجن وبنعرف ان الاخير بيكون جون ومستخب منه هو كمان وهو واقف قدام العلبة عشان يحميها وكده كده ضامن ان هو كسبان والناحية تون جون بيكون بيفكر في نفس الحاجة لكن في نفس الوقت بيفكر في صحابه اللي هو ممكن يلحقهم ولان امية ما عرفش يمسكه في الاخر بيشوف بدلة حديدية قدامه وطبعا بيستغلها ان هو يطلع على العلبة بسرعة ويحمي نفسه من الفنجار بتاع السجن وطبعا الحركة بالبدلة بتكون صعبة جدا في الاول لحد لما بيروح على امية وفي الاخر بنعرف ان هو عمل فخ جديد عشان يرميه من فوق السور وبيقدر هنا ان هو يروح على صحابه عشان ينقذهم بيحاول ان هو يضرب العلبة بسرعة لكن امية بيكون رجع في الوقت المناسب وللأسف ما لحقش ان هو يحميها الغريب ان العلبة ما انفجرتش ولا حاجة وهنا العرائز بتظهر تاني عشان تقولهم ان الجولة بتكون خلصت بفوز جون مع صحابه وللأسف خسارة امية اللي ما قدرش ان هو يحمي العلبة هنا بيكون خايف جدا من الموت لحد لما العرائز بتقوله اللعبة دي ما فيهاش موت اصلا وكلهم كسبانين طبعا كلهم بيحتفلوا مع بعض وفي نهاية اللعبة كل واحد بيشوف مين هيموت ومين هيفضل عايش وده على الخشبة بتاعة الايس كريم وطبعا دي اللي بتكون اخر دولة مش اللي قاب لها وبنعرف ان اللعبة دي كانت معتمدة على الحظ مش اكتر وفي الاخر بنشوف ان الجنوة امية هما اللي لسه عايشين وللأسف الباقي بيكون مات بعدها بيخرجوا من المكعب بعد لما اللعبة انتهت والصحافة بتحاول ان هي تصورهم ومبسوطين جدا وبيخلص الفيلم فطبعا لو فهمت اي حاجة منه ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ولو عندك اي اكتراح لفيلم رابع واكشن اكتبهن لتحت في الكومنتين واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد السلام